مرحبا بكم أنا جرير دبابني مضيفكم لليوم نبدأ الحرة الليلة من السودان مقتل الشاب السوداني بهاء الدين نوري تحت التعذيب في معتقلات الدعم السريع يحيي أسئلة عن الحرية والسلام والعدالة والتي ثار من أجلها السودانيون يطرح هنا أكثر من علامة استفهام عن مدى نجاح حكومة الثورة في كف يد التعسف الأمني عن رقاب مواطنيها في مرحلة ما بعد البشير بهتافهم ضد الجنجويد التسمية الشعبية المتداولة لقوات الدعم السريع يفتح السودانيون الملفات الدفينة عن القتل والتنكيل والقمع خلال الثورة والتي نبشتها وفاة الشاب بهاء الدين نوري تحت التعذيب في معتقل قوات الدعم السريع بالمظلات في الخرطوم في مليون بها قبله وفي مليون بها بعده هتجيبوه لو ما عالكت المشكلة من جزورة ووريتون أخطاكم العملتوها وعزبت إنسان بريء بريء ومعزبينه وكتلتوه لو ما عالكت المشكلة من جزورة هتقتل نص السودان بنص الطريقة وسرعان ما فتح مقتل نوري باب المقارنة بين وفاته ووفاة المعلم والناشط أحمد الخير الذي لفظ أنفاسه هو الآخر تحت التعذيب على يد جهاز المخابرات والأمن الوطني بعد اعتقاله خلال تظاهرة سلمية مطلع العام الماضي غير أن الفارق الجوهرية بين الاثنين كما يرى البعض هو أن وفاة نوري جرت على مرأة ومسمع من يفترض بأنها حكومة الثورة وهذا يلقي على كاهلها ليس مسؤولية القصاص فحسب وإنما أيضاً مسؤولية ضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال يعني سبحان الله نحن قلنا حمد لله ما في المجرمين يختلفون ما فينا المجرمين طلعوا جوا السيستم وغدت قضية نوري وكأنها تختزل واقع السودانيين الذين ثاروا من أجل تحقيق الحرية والسلام والعدالة ليجدوا أنفسهم مكبلين بحبال شركاء في الحكم يصرون على إبقاء الحال على ما كان عليه قبل الثورة حين كانت الاعتقالات التعسفية والقمع وغياب المحاسبة حدثاً يومياً فبهاء الدين الذي تنفي أسرته ارتباطه بأي نشاط سياسي أو ثوري اختطف على يد مسلحين مجهولين قبل نحو أسبوعين في الكلاكلة قبل أن تتلقى أسرته اتصالاً لتسلم جثمانه في مستشفى بأم درمان والتشريح الأول لجثته الذي رفضت العائلة نتائجه أطاح برئيس المشرحة في ظل اتهامات له بتضليل العدالة فهل تتمكن العدالة تلك التي رفعها السودانيون شعاراً من وضع حد لممارسات من يعتقل ويعذب ويقتل في وضح النهار؟ تساؤل تتعقد الإجابة عليه نظراً لأن محمد دجل حميتي قائد قوات الدعم السارية هو نائب رئيس مجلس السيادة ويحظى بغطاء من العسكر شركاء المدنيين في الحكم بيد أن الصخط الشعبية التي فجرته وفاة بهاء الدين نوري نجح على ما يبدو في الضغط على حميتي لإحالة رئيس دائرة الاستخبارات وقادة آخرين من قواته للتحقيق ورفع الحصانة عن المتهمين بقتل نوري ولكنها إجراءات قد لا تكفي لامتصاص النقمة الشعبية على هذه القوة لمتهمة بارتكاب مجازر خلال الثورة وقبل ذلك في دارفور ينضم إلي من الخرطوم القيادية في قوة الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أيضاً من الخرطوم صالح محمود مرحباً بكما شكراً جزيلاً لتلبية الدعوة من الذي فشل هنا؟ هذه الحادثة فتحت تساؤلات كثيرة اليوم ولكن كما شاهدنا بالتقرير قبل قليل هناك الكثير منها ومشابهة تقريباً تماماً تفضل أستاذ نور الدين هل فشلتم؟ أعتقد أحد أهم واجبات الثورة وأعتقد هذه هي من الأشياء التي تحدث عنها مثاق الحرية والتغيير حينما كان مشروعاً التفت حوله الجماهير إلى أن أصبح شيئاً واقعاً بعد إسقاط عملية النظام هو وجوب إحداث عمليات إصلاح واسعة وكبيرة داخل مؤسسات القوات النظامية بكافة أشكالها نحن نتحدث عن الجيش نتحدث عن الشرطة نتحدث عن جهاز الأمن والمخابرات أو ما أصبح الآن جهاز المخابرات الوطني بالإضافة إلى القوة الرديفة التي استحدثت في السنوات الأخيرة والتي عرفت بإسم قوات الدعم السريع كل هذه القوات ظلت لمدة 30 عام هي مدة النظام البائد تعمل تحت عقيدة نعتقد أنها كانت هي عقيدة غير وطنية عقيدة يمكن وصفها بأنها تدين بالولاء للنظام ذو صفات أيدولوجية محددة أعتقد كذلك أنها لم تكن مهنية بالشكل الكافي والكامل حتى نطلق عليها أنها قوات نظامية قومية تمثل كل السودانيين أحد واجباتنا الآن والواجبات الرئيسة التي يجب أن نقوم بها وتحدثت عنها الوثيقة الدستورية بشكل واضح وسريح هي إحداث تغييرات داخل هذه القوات النظامية بما يجعلها أكثر مهنية وأكثر قومية وكذلك بناء عقيدة جديدة لها تقوم على أساس الولاء للوطن أولا وأخيرا نعتقد أن الحادث التي حدثت الأمس القريب وقبلها حوادث أخرى هي حوادث بالتأكيد لا نرضى عنها قوة سياسية لا يرضى عنها الشارع ولا ترضى عنها الحكومة أول من تحدث عن هذه الجريمة كان السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد وزير الإعلام وأعتقد أن حديثه كان صريحا وواضحا اليوم تم اتخاذ إجراءات أعتقد أنها إجراءات تؤكد أن الدولة لن تتراجع إلى الوراء فيما يلي مكتسبات للثورة لا كبير فوق المحاسبة لا أحد لديه حصانة إذا مرتكب جرما ما الكل سيكون سواسية أمام القانون فأعتقد أن ما حدث هو تذكير لنا بأننا يجب أن نواصل سعينا الحثيث في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد أعتقد المشوار أمامنا طويل جدا الخراب الذي طال مؤسسات البلاد ليس العسكرية فقط بل حتى مؤسسات الدولة المدنية هو خراب كبير جدا للغاية نتمنى خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية في الثلاث سنوات المقبلة أن نعمل على تجاوز كل هذه الاختلالات على مستوى جهاز الدولة بشقه المدني وبشقه العسكري كذلك أيضا السؤال وتفضل بالتعليق أيضا أستاذ صالح محمود عضو لجنة مركزية الحسب الشروعي على ما تفضل به أيضا ضيفنا على الطرف الآخر أستاذ نور الدين أستاذ صلاح كم بهاء نور الدين بحاجة السودان اليوم لأن يسقط مرة جديدة حتى يتم أو تتم إعادة الإصلاح في المنظومة الأمنية ورفع لربما الشكوك عن أنها امتداد لنظام البشير السلام نعم هذا السؤال موجه لي تفضل نعم سيدي أيها طيب أولا شكرا جزيلا أهلا وسهلا هذه الفرصة وفي رأيي الشخصي وبصفة مدافعة من حقوق الإنسان مقتل الشابة الدين لا ينفصل بأي حال من الأحوال من سلسلة ممتدة من الانتهاكات في بلادنا منذ فترة طويلة الوضع في جنوب السودان قبل الانفصال يؤشر أيضا على أنه كانت هناك انتهاكات واسعة حصلت انتهاكات واسعة في جبال النوبة وفي النيل الأزرق في دارفور منذ تفجر الكارثة الإنسانية في 2003 هناك إصائيات أنه مات أكتر من 300 ألف شخص عن طريق القصف الجوي من القوات الحكومية وحرق القرى واستخدم في دارفور بصورة خاصة لإقتصاب كسلاح حرب ما تم في دارفور من جرائم هي جرائم الثلاثة الشميع جرائم الإبادة الجماعية جريمة ضد الإنسانية جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب حدثت جرائم مماثلة في كجبار في بورسودان في مدني في القضار في الدمازين في الأبيض ومناطق أخرى في السودان القاسم المشترك في كل هذه الجرائم إنه هذه الجرائم وقعت في ظل نظام قهر ديكتاتوري وفي ظل قوانين كانت تمنح الحصانات يعني لأعداد واسع من منصوبين الحكومة وفي ظل وجود قضاء صداري في ذلك الوقت غير قادر وغير راغب في التطبيق العدالة بسبب عدم وجود حتى مواد عندها علاقة بجرائم الثلاثة يعني المعروفة الآن بعد الثورة في ديسمبر أيضا وقعت جرائم وخلال الثورة وقعت جرائم أبرز جريمة تفضل الاعتصام أمام القيادة العامة اللي راحت ضحيتها أيضا عدد كبير من السودانيات والسودانيين وحصلت فيها من الانتهاكات ما يندى لها الجبين القاسم المشترك الثاني إنه كل هذه الجرائم لم تتمكن القضاء السوداني ما عاد في حالات نادرة للغاية زي قضية الشهيد أحمد الخير في إنه يتم تقديم المتهمين للعدالة بصورة علنية يعرفها الرايا العامة الآن بعد مجزرة القيادة العامة وقعت أيضا يعني سلسلة من الجرائم الفضيعة وكونت لها لجان لكن هذه اللجان لم لم تنجز عمالها حتى الآن حتى بعد مرور أكثر من سنة ما نود القول إنه الآن هذه الحكومة كما نحن يعني 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 نبأنا سابقا إنه هذه الحكومة بالذات المتكون العسكري هو امتداد للنظام عمر البشير البايت المجلس العسكري الانتغالي ومحالفين من المتحالفين معه الآن مشاركين في هذه الجرائم ما غالوا الأستاذ نور الدين كلها افتكر تمنيات لا تسمل ولا تغني من جوه وما تنتج أي شيء الآن في وجود في ظل القوانين القمعية القديمة الآن في ظل الوضع المأزوم في إنه سلطة الدولة تم اختطافها دي ما سلطة فترة انتغالية سلطة بتاع عساكر في واقع الحال والمتحالفون معهم عارفين الكلام الحزب الشيوية انسحب من قوة الحرية التغيير لأنها رضت إنها تمشي خطوات أطول وأبعد مع هذه الحكومة اللي بنفتكر إنها لا تستلد لأي شرعية الشرعية اللي قالوا عنها إنها الوسيقة الدستورية هذه الوسيقة الدستورية تم نسفها تماما بواسطة التعدلات المتعددة اللي أدخلت فيها وفيها في إن الاتفاقيات تعبوا على نصوص الدستور نصوص الاتفاقيات تعلو على نصوص الدستور وهذا مبدأ غريب لأن الدستور نظريا تعتبر أعلى قانون في أي دولة الآن تجي قوانين فرعية تكون عندها السمو على نصوص الدستور أنا دا أضيف حاجة تانية في هذه الفترة والشعب السوداني يعاني من غياب العدالة والتطبيق العدالة والمساءلة بتكلموا في هذه الأيام شيء جديد اسمه العدالة الانتقالية هذا تضليل للشعب هذه مؤامرة كنت سأتي إلى قضية العدالة الانتقالية شكل من أشكال العدالة وداء تضليل ونوع من التمهيد في أن الشعب السوداني تخلى عن العدالة الجزء الثاني المعروفة ومتكلموا للناس عن حاجة اسمها عدالة الانتقالية لا يوجد الانتقال في السودان الآن لا يوجد أيضا شهوك العدالة الانتقالية نفس الأشخاص المطورثين في تنفيذ الجرائم موجودين في السلطة لو توفرها قليلا لأن هذا سيكون نقطة ثانية في الحوار تتهمون في قوى الحرية وتغيير سيد نوردين بأن هناك تلك وأن هناك ارتباط بشكل أو بآخر بقدم الإدارة الأمريكية الجديدة في انتظار رئيس الأمريكي جو بايدن أن يستلم مقاليد السلطة في الولايات المتحدة لماذا هل هذا منطقي فقط كف يد الجيش عن الشركات الخاصة وتعزيز السلطة الحكومة المدنية في السودان ماذا تنتظرون إذن لا أعتقد أن المسألة مربوطة بوجود إدارة أمريكية بعينها أو وجود إدارة أمريكية مقدم إدارة أمريكية جديدة هذا المطلب هو مطلب أعتقد هو مطلب دستوري الجيش له مهامه الواضحة التي حددتها له الوثيقة الدستورية وحددها له بكل وضوح الدستور السودانية القديمة منذ الدستور الأول لماذا يطرح في مجلس المواب الأمريكي وكأنه هناك شكوى منكم أو سعي لربما مساعدة خارجية في هذا الجانب وهذا أكبر مؤشرات وجود خلاف حقيقي فعلي بين مكونات السلطة وطبعا بحسب الحديث الرسمي لقيادة الجيش هي لا تريد الانغماس في نشاطات تجارية هذا هو الحديث الذي يقولونه نحن بالنسبة لنا علينا أن نقرن هذه الأقوال بعمل على الأرض بأن تنقل جميع الشركات الذات الولاية عليها من قبل قوات نظامية إلى ولاية وزارة المالية هذا ما نسعى إليه هذا ما عملنا عليه طيلة الفترة الماضية أعتقد فقط هناك بطء في تنفيذ هذه الإجراءات كون أن هناك عامل خارجي يساعدنا أعتقد نحن لم نطلب مساعدة خارجية في هذا الملف لكن إذا أتت من تلقاء نفسها فلا أعتقد أن هناك ما يضير بالعلى العكس هذه رسالة جيدة للثورة السودانية أن العالم كله الذي وقف مذهولا ومعجبا بهذه الثورة المجيدة وهذه الثورة الباسلة أن الكل يريد دفعها نحو الأمام نحن في النهاية نريد انتقال آمن وعبور آمن للفترة الانتقالية هذا لن يتحقق بعمليات التشاكس لن يتحقق بعمليات الخصومات المستمرة وما يمكن تسميته بالتصريحات المستفزة والتصريحات النارية هذه المسألة تحتاج إلى حوار عميق تحتاج إلى إرادة من قبل كل الأطراف تحتاج إلى خطوات على الأرض هذا لن يتسنى بالتصريحات النارية بيانكم لا بطرح من هنا وهناك هذا لن يخدم عمليات هناك بيان تجمع المهنيين السودانيين حول النيابة العامة بعد تشريح جثمان المقدور هو بيان ناري دعني أخذ لك مقتطف قصير من هذا البيان سيقصص شعبنا عن جهية ما يسمى الدعم السريع واستهانتهم بالأرواح ويسفه أوهامهم في أن يحكم شعبنا بالرعب هذا تصريح ناري أم ليس تصريح ناري يا أستاذ صلاح وهل هذا يشيل ربما يؤكد هذا البيان على رغبة القوى الحرية والتغيير بإنهاء وجود الأمن والإنقاذ طبعا التابع أيضا لجماعة الدعم السريع والدعم السريع لا يرغبون بوجودهم بعد الآن كيف يبدو أن خلال انقطاع المحادثة حثر لبس ما بين السؤال الأول وربطه بالسؤال الثاني لكن عموما فيما يلي بيان تجمع المهنيين نحن لا نختلف مع المضامين التي خرجت عن تجمع المهنيين من حيث المبدأ الكل يرفض عملية القتل خارج القانون الكل يرفض أن تقوم جهات نظامية بدور غير الدور الذي نصت عليه القوانين المنظمة لأعمال تلك القوات النظامية نعتقد كذلك أن الواجب الآن هو إحداث عمليات إصلاح قانوني تنال كل المنظومة العدلية في السودان بالإضافة إلى القوانين التي تعمل بها القوات النظامية جميعها لا نستثنيها من عمليات الإصلاح القانوني أعتقد كذلك ونحن الآن نستشرف عملية سلام وهناك عملية السلام مرتقبة أخرى هذه فرصة من أجل النظر إلى المستقبل في كيفية بناء قوات نظامية تعبر عن السودان تعمل بقومية بحيادية أعتقد الواجب الآن هو معاقبة الذين ارتكبوا هذا الجرم وأعتقد أن الحكومة الآن قطعت شوطا في هذا لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نسكت ونغض الضرف عن المشكلة الحقيقية هناك مشكلة حقيقية تقير بها جميع الأطراف وضع القوات النظامية بالنسبة لنا غير مرضي ما تقوم به من أدوار في خارج سلطاتها بالنسبة لنا مرفوض يجب أن نعمل الآن على إصلاح هذا الموضع الشائع طيب أستاذ سامحني نتجاوز الوقت تفضلي أستاذ صالح وقم بالتعليق على ما ذكره بشكل سريع إذا تكرمت أستاذ نور الدين ولك نفس السؤال هل هناك انتظار لتغيير في الإدارة الأمريكية الجديدة ولماذا هذا الربط وأنتم خرجتم كحزب شيوعي من مكونات السلطة يا أخي تتحملون أنتم مسؤولية لماذا تتندمون الآن وتتندرون وتقولون نحن نحمل يعني راية الدفاع عن حقوق الإنسان والمعتقلين والمظلومين وغيرهم خرجتم أنتم ولم يعد لكم لربما دورا في صناعة القرار تفضلي سيدي أنا معي دقيقتين ونصف أستاذ صالح تفضل طيب شكرا شكرا جزيلا نحنا لا نتحمل أي يعني مسؤولية عما يحدث ونحنا كان رايا واضح جدا بداية بالورقة السياسية وأن نتدع عنها الوسيرة الدستورية ورفضنا ورفضنا طب هذا هروب هذا هروب يا أستاذ صالح مجلس السياري مجلس الوزراء طيب لا لا خليني أنا أنت ما أبدأ ما أبدأ تديني فرصة أنت تديني فرصة لزميلي لكن عندما أتحدث تديني فرصة لا تقاطيني سمحني هذا غير صحيح أنا أقاطع للطرفين هذه أحكام هذه أحكام هذه أحكام أحكام مجحفة يعني نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن هذه الجرائمة أيضا أريد أن أشير أنه يجب أن لا فقط نركز على الدعم السريع لا أبدا الدعم السريع ليس هو المسؤول يعني الأول والأخير في كل هذه الجرائمة الدعم السريع جزء من المنظومة العسكرية الكلام بمعزل عن أنه مسؤولية المجلس العسكري مجتمع والمكون العسكري الممتت من نظام عمر البشير هو المسؤول أي كلام غير كده بيكون كلام ناقص تماما يعني اثنين الكلام بيقوله زميلي كلام مثالي والزمن يمضي ولا نرى نتائج عشان كده نحن قلنا لن نتحمل هذه العملية ابتداء من رفضنا أن المكون العسكري ليس بشريك في سورة الشعب السوداني المكون العسكري عنده أدوار وطنية معينة في حماية الحدود لكن خلينا نتكلم عن البعد الخارج لهذه العملية تم اختطاف هذه السورة بمساعدة المجلس العسكري وبعض هو الحرية والتغيير والتواطو الحاصل مع القوى الأجنبية سواء كان دول الجوار وغيرها ده أصبح شي معروف أنه التدخل كان فضل للغاية ومعروف في أنه كيف أدى إلى اختطاف السورة الآن السودانيين أمامهم مسؤولية لاستعادة الأمور إلى النساء ونتنبه تماما أنه التدخلات الخارجية تظل جزء أساسي جدا من الارتباق الارتباق بيتغير سيد ما يحدث في الارتباق أيوة تماما مبكر فضل هذه النقطة التي أريد هذه هو الارتباق لأنه جزء من قوى الحرية والثورة الآن تماهت أو بقى جزء من المكونة العسكري وده بالإعلان طبعا ومع الوسيقى الدستورية المعيبة التي تم اختراقها وتم هي ذات النصفة في الفترة الأخيرة التدخل الخارج ليس من الأمريكان وحدهم ولكن الإدارة الأمريكية السابقة طبعا عندها علاقات معروفة مع دول الجوار التي اتدخلت في الشأن السوداني الآن الوقت أيضا مبكر جدا أنه نحكم على توجهات سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن نحن في حزبنا لا ننكر أنه هناك مصالح مشتركة بيننا كل أمم الشعوب العالم ولكن هناك حدود هناك تجارب أنه بلدنا في زمن في طوال الثلاثين سنة تم بيعها للأجانب بعقود متحفة تصل إلى مية سنة تسعين سنة أنا أعتقد أنه التدخلات الإجنبية في بلدنا أصبحت مسنودة بقوة داخلية عندها مصالح الطباغية وجزء منها برزت المجموعة الواقفة مع المكونة العسكري هي هذه المجموعات التي عندها علاقات وارتباطات طبقية وارتباطات اقتصادية مع هذه القوة التي تخرب الوضع في الشرق شكرا يا أستاذ صالح أدعوك بعد نهاية الحرة الليلة وأيضا أستاذ نور الدين ومشاهدين لمتابعة هذه المحادثة مرة الجديدة وكنت مقاطع الطرفين وأحرص دائما على الموازنة شكرا لكما أستاذ صالح محمود من الخرطون وعضو اللجنة المركزية لحزب الشروعي السوداني شكرا لك والقيادي في قوى الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين أيضا شكرا جزيلا لك